اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مواصلة تعزيز البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين مملكة البحرين ومختلف الدول مشيرا الى اهمية الدور الذي تقوم به الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد بما يحقق خطط التنمية المستدامة جاء ذلك لدى قيام معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم بالتوقيع على اتفاقية ازالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري حيث قام بالتوقيع نيابة على الاتحاد الفيدرالي السويسري سعادة السفيرة مايا تيسافي مساعد وزير الدولة ورئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية السويسرية وتهدف الاتفاقية الى مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري في المسائل الضريبية وإلى إزالة الازدواج الضريبي على الأشخاص المقيمين في إحداهما أو كليهما وتسري أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من الطرفين الجدير بالذكر أن توقيع مملكة البحرين لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تأتي ضمن المتطلبات الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية ومنع التهرب والتجنب الضريبي التي تم وضع معاييرها من قبل دول مجموعة العشرين والمنظمات والهيئات ذات العلاقة كما تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد وقعت حتى الآن 45 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع عدد من دول العالم اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع عدد من دول العالم